مؤتمر البريد الأفريقي في نسخة ثانية عشر جديدة تظور في فلك التركيز على مصادر خلق القيمة ومناقشات التحديات الراهنة في ظل الفورة التكنولوجية وما يصاحبها من مستجدات فيما يخص الحقل البريدي النسخة فرصة لمناقشة قضايا البريد والبريديين حول العالم وأفريقيا تحديدا بريد المغرب كمؤسسة مساهمة كتوكب هذا الحدث منذ البداية منذ المناظرة الأولى بريد المغرب هو المدعم الرئيسي والرسمي لهذه المناظرة هذه المناظرة تنضم لصالح المؤسسة البريدية من جميع الدول الإفريقية وكذلك مناسبة لتبادل الآراء والخبارات في عدة مجالات تتعلق بالبريد والمهن التي يشتغل فيها هذه المؤسسة النسخة الثانية عشر من مؤتمر البريد الأفريقي ترصد التطورات المتعلقة بالحقل البريدي حول العالم وأفريقيا محاولة من خلال أزيد من 300 خبير وممثل حكومي وفاغل في القطاع من أزيد من 40 دولة لإيجاد حلول مبتكرة لمستعملية البريد تسهل كل خدماتها الممكنة أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه التظاهرة المهمة لقيمة القضايا المناقشة والمدخلات الرصينة والمشاركات المهمة لمختلف الفاغلين الحكوميين والخواص بمختلف بريدات أفريقيا ذلك لمعرفة جديد مهن البريد ورقمناتها بما يوافق التطور التكنولوجي خاصة بعد تدعيات جائحة كورونا سعيدون بمشاركتنا في الثورة الثانية عشر لمؤتمر البريد الأفريقي لمناقشة مستجدات قضايا الحقل البريدي وتقييم تطوراته في أفريقيا أود ونشيد بمجهودات نظيري السيد المدير العام لبريد المغرب وما يبذله لجانب مؤسسته في دعم العمل البريدي ومختلف المبادرات الخلقة التي شكلت عموده الفقري خاصة في مجالات المعاملات المالية وعلى رأسها إحباث البريد منك المؤتمر البريدي الأفريقي ومن خلال مختلف نساقه السابقة يصعف كل مرة لتطوير وتجويد الخدمات البريدية بما يناسب العادات الاستهلاكية المستجدة للمواطن الأفريقي من مبادلات مالية إصال طرود، تجارة إلكترونية وغيرها موسيقى